احنا بنحب التحديات فارس احنا شعب عينة دي بطبع وعجبني جدا ان احنا جالنا مدرب من البرتغال وانا بقول لكم وبعترف لكم كده انا بحب البرتغال بكل اللي ييجي منها مش عشان كيروش بس انت راجع كده هتلاقي من والجوزيه النسخة بتتكرر على الخط هي نفس النسخة نفس القصة انا مع جوزي مورينيو نفس القصة الراجل اللي دايما في حالة ضغط ودايما مسير للصخب حول الملعب وفي التعليقات وفي المؤتمرات الصحفية بيجي لنا دايما البرتغاليين كده يعني كان احد زملائي الدكتور محمود الجزار كان يقول لك ده الشعب المصري بتاع اوروبا الشعب البرتغالي فالتركيبة ماشية مع البرتغاليين التركيبة بتاعة الجهاز الفني والمنتخب واللعبين ماشية مع كيروش نارد يمكن كيروش زعل بعض الالوية النهاردة يعني مش راتطرق للنقطة دي ولكن عايزين نفرح بمنتخب مصر اللي قده مباراة قوية جدا منتخب مصر من وجهة نظري اذا كان فيه منتخب يستحق البطولة دي فهو منتخب مصر انت وجهت ناجيريا فريق ملقاة قوية جدا في القرى في دور المجموعات شوف بقى الاقصاء قابلت تقوتي في وارد تلعب 120 دقيقة ورقلات ترجية قابلت المغرب تلعب 120 دقيقة وتكون نازل المبرأة حرفيا خسرا 1-0 تعمل ومنتدى وتفوز 2-1 في الاكسترا طايم نهاردة بتقابل صاحب الملعب والارض والجمهور والارض السيئة جدا جدا اللي عبنا على النهاردة والحكم الاسوأ على الاطلاق في المباريات دي ولكن قدرت بعزيمة ورجال وابطال وغابل الاشتد الشناوي توجد لنا يا جبل ما يهزك ريح كان عندنا ثقة كبيرة جدا في محمد ابو جبل كنت قدت واتفرج أنا وفارس وكنا عارفين هيصد هيشيل ابو جبل النهاردة هيتعاملك بالفعل ابو جبل النهاردة تعاملك فإذا كان الشناوي ساحر فابو جبل أيضا ساحر